نصف مليون زائر منذ بداية العام الحالي غابوا عن مدينة البتراء السياحية بسبب التوترات في المنطقة وتبعات الحرب على قطاع غزة عشرات الاستثمارات السياحية في البتراء أغلقت أبوابها أغلبها من الفنادق علاوة على تسريح ما يزيد على 300 موظف من القطاع الفندقي وحده وأعداد أخرى من بقية القطاعات تبعات حرب غزة ألقت بظلالها بكل قسوة على القطاع السياحي في الأردن وحسب ما أعلنت مفاوضية تقليم البتراء على إغلاق 28 فندق بشكل رسمي إلا أنه باقي الفنادق شبه مغلقة والباقي بنتظر يعني أنه ممكن يغلق وباقي مش قادر يدفع عروات موظفين فهي مشاكل بس عمليا الوضع سيء في البتراء فنادق البتراء ممكن إغلاق الفنادق كلها خلال الفترة القادمة إذا بقى الوضع كما هو عليه العاملون بقطاعات السياحة في البتراء طالبوا بتقديم دعم مباشر للقطاعات الاقتصادية ومزيد من الإجراءات الحكومية لإنقاذ السياحة في المدينة الوردية عدد الناس اللي بيجوا على فنادق البتراء ما تجاوز 2.3% طبعا بده يغلق في مصاريف تشغيلية عالية فبالتالي هاي الفنادق تغلق وبكرة شركات سياحة وافتة رح تغلق هذا وضع طبيعي محلات السوفينيرز رح تغلق الأدلاء السياحيين بلا عمل الآن فبالتالي بدها تحرك من كافة الجهات وموضوع أنه تغلق في فنادق البتراء هذا إشي مش سهل لأن الفندق اللي بغلق سنة وسنتين هذا رح نخسر ورح يطلع من الخدمة فبالتالي لازم يكون فيه تحرك لدعم القطاعات السياحية وخاصة فنادق البتراء وشركات السياحة الوافدة تعافي النشاط السياحي في البتراء وباقي المناطق السياحية بالأردن مرهون بإجراءات تخفف من الخسائر التي لحقت بالقطاع ووضع استراتيجيات لعفاء القطاع من رسوم الترخيص وفواتير المياه والكهرباء وتأجيل القروض المترتبة عليه للبنوك والجهات الاقتراضية إلى حين عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليها في بلد تعتمد ميزانيته على قطاع حيوي مثل قطاع السياحة أصبح لابد من تفعيل خطط خاصة لإنقاذ القطاع من خسائره المتتالية والتي أصبحت تشكل عبءا ثقيلا على العديد من المشاريع الاستثمارية التي تعمل في المجال ترجمة نانسي قنقر